نعود مشاهدين إلى ملف دعوة داعش قيادات الاختيار خليفة للبغدادي ينضم إلينا حول هذا الموضوع عبر الأقمار الصناعية من بغداد دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور هشام وضع داعش في مناطق عديدة في العراق في سوريا تحضيرات الدول الغربية لمن سيعود من إرهابيي داعش والآن هذه الدعوة كيف نقرأها ممكن قراءتها أن هذا التنظيم أصبح يهيئ لعملية تحول كبيرة من حالة الأرض التمكين إلى ما يعرف بالتنظيمات الأمنية السرية التي توجب عليهم أن يحددوا من هو نائب البغدادي وخليفته كان البغدادي ثلاثة نواب كلهم قتلوا اتداء من أبو مسلم التركماني الذي هو من نسب ربما يرجع إلى قريش وبالتالي هذا هو كان الخيار الأول حينما قتل هذا كان الخيار من بعد أبو علي الأنباري الذي زعموا أنه نسبه أيضا يرجع إلى النسب الشريف اليوم هم مع خيار جديد خاصة وبعد اختفاء الشيخ يونس المشهداني الذي لا يعرف أين ذهب في فترة ما وبالتالي الآن لا بد أن يختروا شخص أولا له سبق في تاريخ الإرهاب كارزمة مقبولة لديه علم شرعي فضلا عن النسب الشريف الخيارات الآن محدودة بالنسبة إليهم لماذا وما هي هذه الخيارات؟ أربعة خيارات لكن كلهم ينقصهم النسب الشريف أبو صالح أياد عبد الرحمن العبيدي وهو ليس من النسب الشريف ضابط مخابرات سابق والآن هو مسؤول على إدارة ملف الحرب في العراق وسوريا الثاني منذر الصليقي عمر زيدان الصليقي أبو المنذر هذا أيضا لا يرجع للنسب الشريف وإن كان شرعيا مهما بالنسبة إليهم طراد الجربة أو المعروف بأبو محمد الشمالي أيضا هذا ينقصه النسب الشريف فضلا عن تركي بن علي أيضا ينقصه النسب الشريف بالتالي أصبحت الخيارات عندهم صعبة أن يجدوا من فيه النسب الشريف مع هذه الصفات الأخرى ثقة البغدادي به ثقة التنظيم فضلا عن كارزما وتاريخ قديم في هذا موضوع عدم وجود النسب الشريف في هؤلاء المرشحين الأربعة ماذا يعني سيضطرون إلى اختيار أحد منهم لا أظن إذا حتى لو اختير أحدا منهم فإنما يختارونه لمرحلة انتقالية مؤقتة فبالتالي إذا هلك البغدادي أو أسر سوف لن يبايعونه بيعة الإمامة العامة أو بيعة الخلافة سوف تكون وجوده مؤقتا حتى يتم اختيار الأنسب موضوع النصل لهذه المرحلة أن يصل تنظيم الإرهاب داعش لاختيار للدعوة لقيادة خليفة للبغدادي ماذا يعني مرة جديدة فيما يتعلق بوضع التنظيم وماذا يعني فيما يتعلق بوضع البغدادي حقيقة المؤشرات تدل على أن البغدادي لم يشفى من إصابة قديمة وهذه الإصابة تجعله معوقا عن الحركة لا يستطيع أن يتحرك لزمان طويل كل المؤشرات تشير على تؤكد الحادث الذي أصابه في شباط عام 2015 وبالتالي هم يهيئونه لمن هو يقود التنظيم بالنيابة إلى الآن البغدادي لم يعلن من نائبه بعد هلاك أبو علي الأنباري أيضا التنظيم يحتاج إلى تواجد عينه في ساحات القتال والميدان إلى الظهور البغدادي الآن هو مطالب بل هو مضطر أن يظهر بصورته وصوته حتى يستطيع أن يلهم مقاتليه الذين لا زالوا يخسرون منذ سنة وأكثر بالتالي هم يضطرون إلى أن يصنعوا نائبا فيه تلك الصفات حتى يكون وجودها في ميادين المعارك وجودا يلهمهم على القتال كل من يوجد الآن في جبهة العراق مثلا في الموصل هم من القيادات الميدانية والوسطى لا يوجد إلى هذه الساعة قائدا من القيادات المتقدمة آخر قياد من القيادات المتقدمة قتل في الموصل هو شيبان فايز العاني الشهير بأبي إسحاق وهذا مسؤول على حيئة أركان حرب الموصل لكن من خلفه من بعده هم من القيادات الوسطى الذين ليسوا بالقيادات التاريخية وليس بالقيادات التي تؤثر في الميدان إذا ظهرت دكتور هشام موضوع الزعيم وجود زعيم للتنظيم أو خليفة لهذا الزعيم بسبب عدة أقاويل تحكى بهذا الموضوع هل هو مهم لهذه الدرجة؟ لو كانت إذا ما كانت كما هي طبعا مفروض استراتيجية التنظيم موجودة الممارسات التي اعتاد أن يقوم بها لأي درجة مهم وجود زعيم أو خليفة لهذا الزعيم خاصة بظل الظروف الحرجة التي يعيشها التنظيم في أكثر من بلد هل باستطاعته تضييع الوقت بهكذا أمور اليوم؟ لا حقيقة هذه الضرورة تكون هي ركن من أركان وجودهم وهيكلهم التنظيمي هم يشعرون أن وقت نهاية البغدادي بالقتل أو بالأسر أصبح حرجا وبالتالي لا بد من نائب له حتى لا يتشتت أو ينقسم التنظيم بعد مقتله أو أسره وبالتالي هم الأمنية والشورى ومجلس الحل والعقد وحتى اللجنة المفوضة هم يضغطون على البغدادي في اختياره نائب له كانوا يضغطون عليه الاختيار نائب له على البغدادي في الفترة الأخيرة مع هذه الأيصابة وقيل الكثير من الأمور أيضا للبغدادي كان هو من يدير الوضع لا حقيقة ليس هو من يدير الوضع بشكل مباشر يعتمد على فاضل حيفة أبو صالح عياد عبد الرحمن العبيدي وفي سوريا يعتمد على طراد الجربة أيضا يساعده في مسائل البريد والأمن ويدير فوضي عراق أبو عياد الجميلي ويدير لجنة المفوضة في سوريا أبو المنذر الصليطي وبالتالي هو لا يتواصل حتى معه لا بشكل مباشر وإنما عن طريق ما يسمى بساعي البريد أو ساعي بريد الإمارة وأيضا هو بعيد الكل يعلم أنه مختبئ في إحدى تلك الأنفاق وفترات طويلة لا يظهر إلا نادرا وبالتالي هو أيضا يشعر أنه مراقب من قبل أجزة الاستخبارات العالمية متى ما شكوا بوجوده في مكان سوف يستهدف هذا فيما يتعلق بوضع التنظيم بعد هذه الدعوة وقبل لماذا نصل لهذه الدعوة تحدثنا أيضا فيما يتعلق بماذا يعني هذا بالبغدادي بموضوع البغدادي والتساؤلات التي تدار حول وضعه ماذا يعني لمقاتلي التنظيم يعني أن يتم طلب من كل القيادات العسكرية والأمنية بالحضور لاختيار من يحل منصب أبو بكر البغدادي كيف سيؤثر هذا في مقاتلي التنظيم دكتور أحمد إن كان في سوريا أو العراق دكتور هشام حقيقة هذا يؤثر كثيرا خاصة في العراق في الغالب النائب لا بد أن يكون عراقيا بحسب تصميم هذا الهيكل التنظيمي لتنظيم داعش منذ إعلان الخلافة المزعومة في نهاية حزيران 2014 كل من عين نائبا للبغدادي هو عراقي وبالتالي الكل يترقب هل سيكون النائب الجديد عراقيا أم سوريا أو من جنسيات أخرى هذا يشكل خطرا بالنسبة على قيادات التنظيم من العراقيين الذين ينظرون للآخرين بتعالي وبفخر أن الخليفة منهم فمتى مع عين أو تم اختيار طراد الجربة أو أبو منذر الصليطي نائبا للبغدادي ولو بشكل مؤقت أظن التنظيم سوف ينقسم على نفسه بين عراقيين وآخرين وماذا بالنسبة للآخرين؟ يعني عراقيين علمنا كيف سيتأثروا إذا لم يتم اختيار عراقي بالنسبة للآخرين من يتعامل بعنصرية بهذا الشكل هم القوقازيين الذين يشترطون أن يكون وزير الحرب وقائد الكتائب منهم ولذلك كان يرضيهم دائما البغدادي بعد هلاك عمر الشيشاني اختار مرات خليموف قائدا للجيوش والكتائب الخاصة ووزيرا للحرب وبالتالي هو يرضيهم بهذا المنصب وهم لا يريدون أكثر من ذلك أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا دكتور هشام عبر الأقمار الصناعية من بغداد الخبير في الجماعات المتشددة دكتور هشام الهاشمي ترجمة نانسي قنقر